نعم حسين في قطاع غزة يرتفع عدد الشهداء إلى 21 شهيد بعد ارتقاء شهيد قبل قليل في قصف إسرائيلي جديد على مدينة بيت حنون شمال القطاع وزارة الصحة قبل قليل قالت بأن القصف الإسرائيلي نتج عنه 21 شهيد منهم 9 أطفال وأحد هؤلاء تسعة هي فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام و65 إصابة هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحة في ساعات قليلة يدلل على دموية الاحتلال الإسرائيلي كما نلاحظ في كل لحظة هناك غارة إسرائيلية جديدة تستهدف هدف جديد داخل حدود القطاع ولكن على أي حال نتحدث عن قصف إسرائيلي مستمر وأيضا هناك رشقات صاروخية تطلق من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف الفصائل الفلسطينية لا زالت تقول بأن إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا الأمر ستستمر هي أيضا باطلاق رشقاتها الصاروخية نلاحظ الآن سيارات الإسعاف تخرج من مستشفى الأندونيسي في شمال القطاع والذي يتواجد فيه تسعة من الشهداء الذين ارتقوا قبل قليل يبدو أن هناك إصابات جديدة في القصف الإسرائيلي الأخير على شمال قطاع غزة وقد هرعت سيارات الإسعاف للوصول لمكان الاستهداف هذا ولكن رغم هذه الحركة النشطة لسيارات الإسعاف إلا أننا لاحظنا قبل قليل بأن هناك أزمة في سيارات الإسعاف وعددها القليل في شمال القطاع بالتحديد خصوصا وأنه هو المنطقة الأكثر استهدافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لاحظنا في أقل من ساعتين أكثر من 15 غارة إسرائيلية على شمال القطاع منها غارات كانت على منازل المواطنين وغارات أخرى كانت على مواطنين في الشوارع وهم يتجولون في الشوارع إضافة إلى استهدافهم لدراجة نارية كان يستقلها أحد المواطنين في منطقة جباليا البلد في شمال القطاع على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال مستمر في هذه الغارات الإسرائيلية ومستمر في استهداف المدنيين حركة حماس قالت بأن هذا الاستهداف للمدنيين لن تقف الحركة وفصائل الفلسطينية المسلحة مكتوفة العيدي إذا هذا الاستهداف المستمر بقبل الاحتلال لهؤلاء المدنيين خصوصا وكما قالت وزارة الصحة تسعة من الشهداء هم من الأطفال وهذا يدلل على أن الاستهداف الإسرائيلي لا يفرق بين كبير أو صغير بل كل قطاع غزة هو بمثابة نقاط وأحد بنوك الأهداف التي يستثمرها الاحتلال الإسرائيلي في غاراته الجديدة على القطاع واستهدافاته المستمرة على قطاع غزة ولكن الآن نلاحظ بأن تفضل أكمل نعم حسين نلاحظ بأن عدد المواطنين الذين أصيبوا بالهلع وهرعوا إلى المستشفيات يزداد منهم من أصيبوا بالهلع ومنهم من جاء ليطمئن على ذويهم الذين أصيبوا جراء هذا القصف الإسرائيلي المستمر في كل لحظة نلاحظ بأن سيارات الإسعاف عادت بإصابة أو بشهيد إلى مستشفى الأندونيسيخ كونه هو المستشفى الأكبر والأضخم في شمال القطاع ويعاني من ويلات عدة تعاني منها كافة مرافق وزارة الصحة وهو يخدم قرابة 350 ألف نسمة في قطاع غزة هذه الهجمات الإسرائيلية من شأنها أن تزيد من معاناة وزارة الصحة بشكل خاص وأيضاً معاناة الواطنين بشكل عام داخل حدود القطاع قبل قليل كان هناك رشقة صاروخية جديدة أطلقت من شمال القطاع سمعناها وأيضاً سمعنا للقبة الحدية الإسرائيلية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقة الصاروخية يبدو أن هذه الليلة لن تكن هادئة رغم أن هناك حديث بأن هناك وساطات قوية دخلت في الساعات الأخيرة لتهدئة الأوضاع منها وساطات مصرية وإخرى وساطات من الأمم المتحدة